السلام عليكم أخوات اليوم إن شاء الله سنشارك معكم واحد سيجور كيف ما كتشوفو معايا كان عندي هكا يمن قبل هاد البلاصة هادي عندي في الدخلة ديال الباب كنت ديرها في هكا الفوطاي أو الديفانو ما يعرف هنا بالإيطالية كيف ما كتشوفو كبير شاد لي الاسباس بزيف وفي نفس الوقت ما كي يقلسو في جوشت الناس وفيما كيلقى مثلا الثالث والرابع ما كين فين يقلس فكرت هنا يا فاش قبل ما نمشي المغرب لت غادي نصيب سيجور في المغرب ان شاء الله ونجيبو وغادي نشاركو معاكم وعطوني رأيكم وشوفو مزيان في اللي حسنواش هذا ولا اللي جبت كيف ما كتشوفو اللوحة هي هادي اللي جبت من المغرب شاركتها معاكو في المشتريات مهم هادي هي القلسة الليول اللي كانت عندي وندوزو ان شاء الله باش نشوفو السيجور اللي جت من المغرب كيف ما كتشوفو معايا الشكل اللي صيب دي السيجور صيبتو بالعود بالعود دي الشوك ماشي اذك معا في انواع هو مهم صيبتو بالشوك وصيبتو السامبل ما درت فيه لزواق لتشي حاجة حتى بالنسبة العلو دي البونج ما درتو شكل المعتاد يعني عالي درتو بحال الشكل دي الفوطاي يعني درتو حادر بحال مثلا في العود دار لي فيها بحالة 14 في العلو والبونج دي العشرين بحالة تقريبا شي 16 في العلو دي السادر دي العود والبونج في العلو دياله المجموع ما بينه بالعود بحالة 36 سنتيم اللي كين في العود والبونج كيف ما كتشوفوا معايا هنا يا النجار زع ما صراحة الله عمر له الدار ونعمة الخدمة ونعمة المعاملة يعني كتكلقة مشكل كبير يعني لكم عارفين ذو كل الصناعية وهذه كيبقى ويطلاوطو كيبقى مرة يكذب عليك مرة كل مرة واشنو المهم هات سيد الله عمر له الدار الكلمة عندو ومعقول وكي يخدم خدمة نقية غادي نشارك معاكم إن شاء الله كل شي كيف مما كتشوفوه ولي دار لي من اللي عرفني غدا نجيبه ذاك شي قال لك باش ما تخترش اليس العديالي توصل كيف مما يعني صيبتها كيف مما كتشوفو مرايا يا البنات مرايا عمر خدمة الله عمر لي الدار وتي يقول لك رحم الله ومن عمل عملا فاتقعناه الفلوس كتمشي ولكن كتبقى الرحمة هي كل شي كيف مما كتشوفو دار له هاتو كل المصامرة حكي باش يبقى شوي متلين يتجرلك وهذا بسهولة كيف مما كتشوفو هذا هو الجناب اللي دارت ليه سامبل هما كيقولوا له هاد العيبة كيقول لها دي الاس بحل كتكون شوية من فوخة من من تحت كيف مما كتشوفو معايا رشوفتوها في الجناب كتبان بحل الاس يعني سامبل كيف مما كتشوفو بحل كيف مما كتشوفو كيف مما كتشوفو زجيتهم وغادي ندوزو باش غادي نشوفو البونج كيف مما كتشوفو معايا وهالبونج درنا الريش بونج هو اللي درت فى البونج هو باش إنصحني الخياط اللي خياط لياه هو اللي فرشد البونج وهو اللي كل щداره كيف مما كتشوفو غادي ندوزوا حلو باش نشوفو وكيف مما كتشوفو معايا البونج غدرت له توب كامل يعني لمطو بهادة IDEYEiyimامانuso توب ديال انتي طاش غمعروف دابة موجود كيدير 50 درهم وبالنسبة للعودة اللي بنتخدمول يسيد ب 10.000 ريال المترو ديال الشوك ترونة طروة كيف ما كتشوفوا معايا الريش بوند يعني هاد البونج راح من نوعية جيدة كيف ما كتشوفوا دار ليه لبسوا بالتوب اللول وعددرت ليه انايا الفريش اللي غاد ينسع اللي غاد تلامط اللي اختار ريس ديال انتي طاش راكم عارفين يعني السيجور كيكون عمل يومي كتقلسي فيه كتقدم على الفازة هادي هادي هرا كيبغي شي حاجة اللي تصبر وكيف ما كتشوفوا هاد انتي طاش را فيه وفيه كيلي كيكون ارقاك المهم كيف ما كتشوفوا معايا هو هادر صيف طولية هو يد ملبسوا ومقادوا داروا فح البلاستيكة باش وصل مزيان كيف ما كتشوفوا معايا لبسوا كامل بالتوب ما درت ليه رقعة هاكا درتوا بنفس التوب كيف ما كتشوفوا معايا غلفتهم حطيتهم هذا هو الشكل ديالهم كيف ما كتشوفوا بالنسبة ليه انا وكله الدوق دياله والادواق كتختلف انا عجبني هكايا على هاداك الفوطي اللي كان من قبل هادو كيف ما كتشوفوا المخاد احتا هوا ما خيطهم ودار ليهم هادوك البيسم الداخل وعمرهم جاوني يد عامرين صافي هنا يا هاد المزيودات ولو سيدات الصغار وغادي نشارك معكم بنات انا جبت جوجة جوجة الفراشات بحلة هادا وواحد اخر باش نبقى نبدل جت جت وغنخلص ترون سبور من الاحسن نجيب باش نبدل راكم عارفين الى توسخ هذا ويتركب الاخر تبدلي به وماشي شي تامان غالي هادا انتي طاشرة هرخيص يعني خمسين درام المتر ولا ماشي بزاف كيف ما كتشوفوا معايا هذا هو السيجور وعطيوني الرأي ديالكم مهم انا الدوق ديالي هادا عجبني القلصة ديالو على الفوطاي كيف ما كان من قبل كيف ما كتشوفوا ده بغادي ندوزو باش غادي نوريكم الفراش التاني درتوها كايا صراحة وغنبغي تعطيوني الرأي ديالكم اللول اللي شفتو اختارو الزوج ديالي وهذا الباج اختاريتو انا وانا قلت لي هلا بغيت هذا اقبغالي اخوديهم بجوج وباش تبقيت بدلي بهم واخديتهم بجوج هادا ان شاء الله تغندير باش ميجيكمش الفيديو الطويل وغادي نركبهم ان شاء الله ونشاركهم معاكم هادا هو الدوقة ليا انا اخديت الباج واخديت ليه المخيدات ملونين ومخيدات بالصفر انا غادي نوريهم لكم وكان هادا هو الفراش التاني كيف ما كتشوفوا هادو جوجات ملونين وجوجات صفرين وجوجات اخرين فهدا كل لون كيف ما كتشوفوا با تيركواز هادا هما اللي خديت انايا والفراش الاخر هو اللي اختارو موهم اعطوني الرأي ديالكم شوفوا الدوقة ديالي واشوه هاداك هادية البنات الطبلة كيف ما كتشوفوا اه الطبلة البنات رائعة وتقيلة متقونة خدمة ووزع ماء صراحة منعوتش ليكم راي غا صيبت اعدو حتى واحد البلاكارات غادي يجيبو من الاخ ديالي وغادي نشاركو معاكم وغادي نحط لكم النمر دياله هاد سيد راي عندو زعم ما كتشوفوا معايا اللي مقابلة مع السيجور اعطا دالي اللون ديال سيدادر وديال الطبلة بحاله بحالهم كيف ما كتشوفوا المهم حطيتهم ده باقي خاصة نوحد زريبية ان شاء الله غادي ناخدها وحتى هي ما بقي حيرة ما عرفتش اش من اللون غادي ناخدها واش غيجيها الباج واش غيجيها المطاغد ما عرفتش كيفاش اللون اعطيوني الرأي ديالكم والرأي ديالكم كيهمني لهذا كنشارك معاكم كان هادي هو السيجور وهذه هي القليصة وعطيوني الرأي ديالكم صراحة انا عجباتني ومن شاء الله من اللي غادي نفرش لسميتو الفرش الاخر غادي نشاركه معاكم المهم البنات العود اللي بحل الطبلة والعود كامل صيبوا اليوم 110 110 الف ريال مهم ما بي البونج وما بي طلعه مطل خياطة وكل شي طلع ليا بمليون باش طلع ليا صراحة زوين وماشي شي حاجة اللي زعم صراحة سامبل غا يبقى هاك كما كيدموضاش العود راكم عارفين الشوك يعني كيكونش حاجة اللي هي عرفية وزوينا الطبلة من كترة ما خدمها بحل شكل ديال الزاج من الفوق مخدوهما مزيان مزيان باش جابوا لي السيجر جابوا لي بثلتمية ونتمنى ان شاء الله هاد الفيديو يعجبكم وتستفدوا منه ولو القالي اللي بنات اللي بغين يجيبو شي حاجة من المغرب ولا هذا المهم هذو هما الأتمينات تأخذو كفكرة ونتلقوا ان شاء الله في فيديو القالي